اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين كان حديثنا حول معاني أسماء الله واشتقاقاتها وهو باب من أبواب كتاب الكافي الشريف لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه حديثنا هذا اليوم في بعض الأحاديث حول معنى كلمة الله ومعنى كلمة الآخر ذكرنا فيما مضى أن كلمة الله مشتقة من الإله والإله بمعنى المعبود وإن اختلف اللغويون وغيرهم في معنى الإله لكن الصحيح كما ذكره بعض اللغويين وكما أيده أئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أن هذه الكلمة إله بمعنى المعبود من ألها بمعنى عبدة والله سبحانه وتعالى هو المعبود الوحيد الذي لا تجوز عبادة غيره سبحانه وتعالى ثم لا يخفى أن تفسير الكلمات وبيان معانيها قد يكون بيان للمعنى المطابقي وقد يكون بيان للمعنى التضمني وقد يكون بيان للمعنى الالتزامي مثلا إذا سئلنا عن معنى الإنسان قد نفسر هذا المعنى بالمعنى المطابقي نقول الإنسان هذا الكائن المركب من جسم وروح ونفس وعقل وكذا 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 هذا يكون تفسير مطابقي يعني تذكر المعنى الكامل وقد يكون بيان للمعنى التضمني تسأل ما هو الإنسان تقول الإنسان هو الموجود العاقل زيان العاقل هو جزء من الإنسان وليس كل الإنسان الإنسان كما ذكرنا مركب من جسم من روح من نفس من عاقل فتفسير الإنسان بالكائن العاقل إنما هو تفسير بالتضم لأن الإنسان يتضمن ويجتمل على العاقل وهذا العاقل هو الذي يميزه عن سائر الحيوانات فلذلك كان هذا التفسير أيضا تفسيرا صحيحا وقد يكون ذكر اللازم مثلا تسأل ما هو الأسد تقول الأسد هو الحيوان الشجاع الشجاع لازم للأسد وليس الأسد مركب منها أو هي معنى الأسد تقول مثلا ما هو الإنسان تقول الإنسان هو مثلا الكاتب هو العالم هو كذا وكذا وكذا لوازم الإنسانية سواء اللوازم الحقيقية أو اللوازم العادية إذن كل ذلك في تفسير المعاني وبيانها أسلوب أسلوب عقلائي متعارف بين الناس زين حينما نأتي إلى كلمة الله وهي مشتقة من الإله مرة تفسر تفسيرا مطابقيا والتفسير المطابقي هو المعبود ومرة نفسره باللازم نقول الله هو الذي ليس بعاجز لأن جميع المخلوقات لأن جميع المخلوقات هذه تعجز عن بعض الأمور وإذا لها قدرة فإنما هي قدرة أعطاها الله سبحانه وتعالى يعني نحن الآن قادرون على أن نحرك يدنا مثلا هل هذه القدرة نحن أعطيناها لأنفسنا أو هي قدرة أزلية كلا وإنما الله سبحانه وتعالى أعطانا هذه القدرة لذلك نقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد والفرق بين الشرك والإيمان في كثير من الأحيان تكمن في هذه النقطة يعني النصراني مشرك والمسلم موحد ما هو الفرق بينهما المسلم يقول أن عيسى كما أن النصراني يقول ذلك يتفقان على أن عيسى كان يحيي الموتى وكان يبرئ الأكمح والأبرص لكن الفرق أن المسلمين يعتقدون أن ذلك كان بإذن الله إذنا تكوينيا بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطى لعيسى هذه القدرة وإذنا تشريعيا بمعنى أن الله أباح وشرع لعيسى أن يستعمل هذه القدرة أنت قد تكون قادر على شيء ولكن لا تفعل ذلك الشيء لأن الله سبحانه وتعالى ما أجاز لك ذلك المؤمنون المتدينون قادرون على فعل المعاصي لكن لماذا يتركون تلك المعاصي لأن الله حرمها عليهم فحينما عيسى عليه الصلاة والسلام نقول بأنه كان يحيي الموتى نقول كان يحييها بإذن الله يعني بقدرة حباها الله إياه وأباح وأجاز له أن يستعمل تلك القدرة لكن النصراني يؤله عيسى نتيجة كلامه أن عيسى هو الإله بمعنى أن هذه القدرة قدرة إلهية من نفسه وهذا صار الفاصل بين الشرك والإيمان يعني إذا واحد من الناس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله محمدا كان يعلم الغيب بعلم من نفسه هذا يخرج عن دائرة الإيمان أما إذا يقول إن رسول الله كان يعلم الغيب بوحي من الله سبحانه وتعالى فهذا عين الإيمان إذا تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله له معاجز هذه المعاجز التي لرسول الله إذا قلت إنها ليست من الله بقدرة من الله أقدرها أقدره صلى الله عليه وآله إياها فهذا شرك أما إذا قلت بأن هذه القدرة إنما هي حبوة من الله سبحانه وتعالى لرسوله فهذا عين الإيمان إذا قلت إن علي بن أبي طالب الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام هذا جرت على يده المعاجز بإذن الله إذا ثبت الدليل في ذلك وقد ثبت بالأدلة المعتبرة الصحيحة فهذا هو عين الإيمان أما إذا قلت بأن علي بن أبي طالب هذه القدرة كانت من نفسه لا من الله فهذا يخرجك عن دائرة الإيمان إذن حينما نقول الله سبحانه وتعالى معبود من الذي يستحق أن يكون معبودا هل العاجز زيان يعني إحنا مثلا نسأل عبدة الأصنام زيان لماذا هذا الحجر صار إله الحجر الآخر لم يصر إلها إذا عاجزان فكلاهما مشتركان في العجز لا هذا الحجر له قدرة ولا ذلك الحجر له قدرة لماذا هذا الحجر صار أولى بالعبادة من ذلك الحجر بل أكثر من ذلك لماذا تعبد الحجر أنت أقوى من ذلك الحجر أنت تتمكن من النطق من الكلام هو لا يتمكن من النطق ومن الكلام أنت أقوى منه أنت تتمكن أن تنفع وأن تضر بإذن الله سبحانه وتعالى هو لا يتمكن من نفع ولا ضرر فلماذا ذلك صار أولى بالعبادة منك فلذلك لازم كون الشيء معبودا لازمه أن لا يكون عاجزا لأنه لو كان عاجز ليس هو أولى بالعبادة من غيره من سائر الأشياء الجمادات أو الموجودات العاجزة أيضا في مجالات بتعددة فهنا الإمام عليه الصلاة والسلام يأتي ويفسر كلمة الله بلازم الكلمة وهو القدرة له لأن المعبود هو الذي يلزم أن يكون قادرا عن أبو الحسن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام قال الراوي قال يعني سئل عن معنى الله معنى كلمة الله الإمام فسر باللازم فقال استولى على ما دق وجل الأشياء الصغيرة جدا الدقيقة جدا الذرة وأجزاء الذرة إذا موجودات أصغر من الذرة وأجزائها الله سبحانه وتعالى مستولي عليها يعني ليس بعاجزا ومستولي على الأشياء الجليلة الكبيرة التي نحن نراها كبيرة وجودنا أمامها وجود صغير لكن أمام الله سبحانه وتعالى كل الوجود بأسره لا شيء لا فرق بالنسبة إلى قدرته وإحاطته وعلمه بين الأشياء الدقيقة والأشياء الجليلة وهذا تفسير باللازم لأنه معبود لازم كونه معبودا أن يكون قادرا ومستوليا على كل شيء لأنه لو لم يكن مستوليا على شيء من الأشياء فلماذا هو يكون المعبود دون ذلك الشيء أما إذا استولى على كل شيء كما أن الله سبحانه وتعالى مستولي على كل الشيء كل الوجود بأسره فلذلك هو الذي يستحق العبادة لا غيره هذا الحديث الأول في بحث هذا اليوم حول تفسير الله بمعناه معناه اللازم الحديث الثاني في بحث هذا اليوم وهو الحديث الرابع من هذا الباب باب معاني الأسماء واشتقاقاتها حول كلمة النور الله نور السماوات والأرض ما هو معنى النور في هذه الآية زين لا بمعنى القدرة لأن اليد بمعنى القدرة هو معنى مجازي يقولون يد الله فوق أيديهم يعني اليد الحقيقية يثبتون لله عينا لا بمعنى علم الله سبحانه وتعالى ورعايته تجري بأعيننا يقولون له أعين معين واحدة أعين لا يفسرونها بالمعنى المجازي الرحمن على العرش استوى يفسر الاستواء بمعنى الجلوس الحقيقي زين نوصل إلى هذه الآية لأن كثير من الآيات إذا ما تقول أن معناها معنى مجازي يستلزم الكفر أنت مضطر أن تقول بالمجازية نسوا الله فنسيهم الله ينسى خالي الآية الشريفة نسوا الله فنسيهم الله ينساهم زين الله ينسى المعنى الحقيقي للنسيان هو المحاء المعلومة والجهل بها بعد العلم بها يعني أنت تعلم بشيء ثم هذه المعلومة تخرج عن صفحة ذهنك علمك يتبدل إلى جهل هذا يسمى النسيان الفارق بين الجهل المطلق والنسيان أن الجهل هو عدم العلم لكن النسيان هو الجهل بعد العلم زين نسوا الله فنسيهم الله ينسى أنت مضطر أن تفسر نسيهم بالمعنى المجازي بمعنى تركهم هؤلاء نسوا الله الله سبحانه وتعالى تركهم لم يوفقهم لم يهدهم زين نجي إلى هذه الآية في الحديث الآخر في بحث هذا اليوم الله نور السماوات والأرض إذا تريد تفسره بالمعنى الحقيقي لكلمة نور السماوات والأرض زين شنو النور اللي موجود بالسماء النور الحقيقي المادي اللي موجود في السماوات والأرض نور القمر نور الشمس هل نور القمر هو الله حتى يصير مثل ذلك المشرك الذي حينما رآه إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعبد الشمس ويعبد القمر قال له مستنكرا هذا ربي زين إذا أنت تريد تفسر هذه الآية الله نور والسماوات والأرض تفسر النور بدون معنى مجازي بدون مجازية معنى ذلك أنه نور الشمس والقمر هو الله فتصير مثل المشركين الذين كانوا في زمنه إبراهيم يعبدون الشمس والقمر هل هذا هو التفسير الصحيح؟ إذا أنت ظاهري لا تقول بالمجازية تضطر أن تقول هكذا ويدخل كذلك في الشرك أو يفضح شركك بل معنى الآية الله نور السماوات والأرض هذا معنى مجازي النور بمعنى الهداية الله سبحانه وتعالى هو الذي يهدي أهل السماوات ويهدي أهل الأرض لأنه النور الضياء الموجود مثلا هذا النور حينما لم يكن موجودا كل مكان يخيم في الظلام يخيم عليه الظلام في حالة الظلام أنت لا ترى شيئا لكن إذا صار هناك نور فحينئذ ترى الأشياء فالنور شنو هو النور هو الظاهر بنفسه والمظهر لغيره النور ما يظاهر شيء هو ظاهر وكذلك يظهر غيره يعني يسبب أن ذي البصر أن ذا البصر يرى الأشياء يظهرها له يكشفها له فلذلك الله سبحانه وتعالى ضرب النور مثلا له كما أن النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره الله سبحانه وتعالى ظاهر بنفسه ومظهر لغيره يعني الأشياء لم تكن موجودة أوجدها من العدم إحنا لا يحق لنا أن نضرب لله الأمثال فلا تضربوا لله الأمثال لكن الله سبحانه وتعالى يضرب المثل لنفسه من حقه أن يضرب المثل لنفسه ولكن ليس من حقنا أن نضرب مثلا له وقد ضرب النور مثلا لنفسه فكما أن النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره الله سبحانه وتعالى أيضا ظاهر بنفسه ومظهر لغيره الراوي يقول سألت الرضا عليه السلام عن قول الله الله نور السماوات والأرض فقال هاد لأهل السماء وهاد لأهل الأرض الملائكة يحتاجون إلى هداية نعم أهل الأرض يحتاجون إلى هداية نعم وما كنا لنهتدي لولا أن هدان الله الملائكة لولا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى ما كانوا مهتدين الناس لولا أن يهديهم الله سبحانه وتعالى لم يكونوا مهتدين كان الناس أمة واحدة على الضلال مجتمعون فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين الله هدى الأنبياء وجعلهم واسطة في هداية الناس فهادي أهل السماء وهادي أهل الأرض بعد ذلك ننتقل إلى حديث آخر هو مفصل ويتبعه أحاديث أخرى حول كلمة الآخر في سورة الحديد في صفات الله سبحانه وتعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن زين معنى الأول هو أنه سابق لكل الموجودات لا يوجد موجود قبله ولا بداية له قد ذكرنا تفصيل هذا الأمر أن الله سبحانه وتعالى أزلي بمعنى أنه موجود من الأول إلى الآخر بلا بداية ولا نهاية الأول ولا بداية له زين معنى الأول واضح أما الآخر شنو معنى لأنه أهل الجنة وأهل النار في الجنة والنار خالدون هم فيها خالدون أهل الجنة وأهل النار الناس لا نهاية لهم لأن الله سبحانه وتعالى يبقي أهل الجنة في الجنة أبدا ويبقي المعاندين في النار أبدا فشنو معنى الآخر بالنسبة لله سبحانه وتعالى هنا في كلمة الآخر تفاسير متعددة ترجع إلى معنى واحد لأنه أنت قد تفسر المعنى من زوايا مختلفة ترجع إلى معنى واحد فتارة أن نفسر الآخر بمعنى أن كل الناس يموتون كل الموجودات الحية تموت ثم كل الموجودات بما فيها الجمادات تفنى يعني الله يفنيها كل شيء هالك إلا وجهه كل الموجودات إلا وجه الله وسيأتي تفسير كلمة وجه الله كل الموجودات تفنى يعني الله سبحانه وتعالى يعدم كل شيء قبل يوم القيامة طبعا بعض الفلاسفة يقولون إعادة المعدوم مما امتنع يعني إذا شيء أعدم عدما مطلقا يستحيل إرجاعه لأنه إذا أرجع فهو شيء آخر لا هو الشيء الأول لكن الصحيح أن المعدوم يمكن إعادته فإذا الله سبحانه وتعالى يميت كل الناس كل الموجودات الحية ثم يفني كل هذا الوجود كما كان قبل أن يخلق أي شيء كان الله ولم يكن معه شيء وقبل يوم القيامة الله يفني كل الأشياء إلا وجهه وسيأتي تفسير هذا الوجه كما كان الآمر قبل أن يخلق الأشياء وبعد ذلك يعيد الأشياء يعيد هذه الأرض يعيد السماوات ولكن بتركيبة أخرى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار إذن الله سبحانه وتعالى يعيد الأشياء مرة أخرى ويحيي الموتى مرة أخرى للحساب فهنا هو الأول وهو الآخر آخر يعني بعد فناء كل الأشياء هو موجود والأشياء كلها فانية وأيضا تفسير الآخر من وجه آخر هو أن أهل الجنة خالدون في الجنة وأهل النار خالدون في النار لكن خلودهم ليس خلودا ذاتيا وإنما لأن الله سبحانه وتعالى يفيض الوجود عليهم آنا فآن فبقاؤهم لأن الله سبحانه وتعالى يريد ذلك البقاء لا بالذات ولا الإنسان بالذات ليست له قابلية البقاء بل ليست له قابلية الوجود بذاته وإنما وجوده بالعرض يعني بإفاظة الله سبحانه وتعالى الوجود على هذا الإنسان وكذلك سائر الموجودات لكن الله سبحانه وتعالى بقاؤه بالذات هو الغني عن كل شيء وغني عن من يفيض عليه الوجود فإن ذلك مستحيل الله سبحانه وتعالى الغني بالذات فمعنى الآخر أن بقاءه بذاته لا كبقاء أهل الجنة وأهل النار حيث إن بقاءهم بإرادة من الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يفنيهم لأفناهم لكن الحكمة تقتضي أن الله سبحانه وتعالى يبقيهم وأيضا تفسير الآخر من وجه ثالث هو أن كل شيء فيه تغير هذا العالم هو عالم الكون والفساد تتكون الأشياء ثم تزول وتتكون أشياء أخرى قد يكون هذا التغير سريعا يعني الإنسان مثلا هو نطفة ثم علقة ثم مضغة زيان ثم عظام ثم الله سبحانه وتعالى يكسو العظام لحمة يصير جنين متكامل ثم يولد وكل يوم يمضي على هذا الرضيع يتغير نحو التقدم إلى أن يصير شاب كهل وبعد ذلك يصير نحو الزوال ومن نعمره ننكسه في الخلق في حال الشيخوخة يبدأ يفقد قواه تدريجيا إلى أن يموت بعد الموت الجسم يتحلل يرجع إلى تراب وهكذا هذا بالنسبة للإنسان بالنسبة للنباطات كذلك بذرة نبتة شجرة فاكهة وهكذا حتى بالنسبة إلى السماوات والأرض كما يقوله علماء الفلك السماوات والأرض أيضا في تغير الفلك دائما في تغير نعم تغيره يحتاج إلى مليارات من السنين يعني تتكون نجوم ثم هذه النجوم تمر بمراحل إلى أن تصل إلى مرحلة الشيخوخة ثم تنفجر فتتكون نجوم أخرى وهكذا ويقدرون علماء الفلك عمر المنظومة الشمسية بأربع مليارات سنة يعني قبل أربع مليارات سنة هذه المنظومة الشمسية تكونت وما تبقى من عمرها أيضا أربع مليارات سنة على كل حال المقصود أنه كل ما في هذا الكون يتغير من حالة إلى حالة لكن الله سبحانه وتعالى لا تغير فيه الله سبحانه وتعالى لا يتغير في أي شيء هل تقول أن علم الله يزداد كلا لأن علم الله سبحانه وتعالى لا نهاية له الله يعلم بما كان وما يكون وما هو كائن وما هو لم يكن علم الله لا نهاية له فإذا شيء لا نهاية له ما إلى معنى أن تقول أنه يزداد هل علم الله ينقص؟ كلا تعالى الله عن ذلك هل الله يتغير؟ لا ينتقل من مكان إلى مكان لأن هذا تغير كلا لأن الله ليس في مكان حتى أنه ينتقل من مكان إلى آخر فتفسير الآخر من وجه ثالث أن كل الأشياء تتغير وليست لها حالة نهائية أما الله سبحانه وتعالى لا يتغير في الأبد وفي الأزل هو ذاته واحدة من غير تغير وصفاته الذاتية أيضا لا تغير فيها هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين موسيقى موسيقى اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم يا الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة